لا يعول الكثير من النواب على إجراء الانتخابات بموعدها الجديد في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل بسبب غياب التوافق السياسي لحل مجلس النواب نفسه قبل ستين يوما من هذا الموعد لكنهم يرون في تأجيلها فرصة لتعديل قانون الانتخابات في ظل اعتراض العديد من الكتل وعدم تصويتهم لصالحه في جلسة إقراره تأجيل انتخابات فرصة لبعض الكتل المعترضة طبعا الفرصة كبيرة جدا يعني صير تعديل على القانون صير تنظيج للقانون من أجل أن نخرج بانتخابات عادلة العاشر اعتقد منها احتمال أنه تؤجل الانتخابات العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات بموعدها ليست سياسية فقط فمشكلات عزوف الناخبين عن المشاركة وحصر السلاح بيد الدولة وإكمال توزيع البطاقة البيومترية أبرز المعوقات التي على الكتل المتنافسة معالجتها قبل تحديد موعد للانتخابات وفق نواب تأجيل مطلوب من أجل زرع الثقة عد المواطن لأنه الكل يعرف هناك نسبة عالية من العزوف عد المواطنين وفقدان أمل بنتائج العملية السياسية ونتائج الدورات السابقة وملفات الفساد والتدخل الخارجي والإحباط اللي عيش به المواطن وخاصة استحنا في أزمة مالية حادة يعني مست المواطن بلقمة عيشة وبعيدا عن مواقف الكتل حيال تقديم مفوضية الانتخابات طلبا لتأجيل موعد إجراء الانتخابات لأسباب فنية فإن الكثير من النواب يطمحون بعد تأجيلها لاستكمال الاستعدادات وتشريع بعض القوانين المهمة ومنها قانون المحكمة الاتحادية وبعيدا عن ما يمنحه تأجيل الانتخابات من فرصة لإنضاج القانون وتهيئة الأجواء سياسيا وأمنيا وحتى نفسيا إلى أن إجراؤها يعتمد على توافق سياسي وحل البرلمان لنفسه قبل موعد إجراء الانتخابات أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد بغداد